سلام عليكم قصة اليوم عن فتاة مصرية تعرضت للظلم في عام 2015 واستمر معاها هالظلم هذا اكثر من خمس سنوات الى وقت قريب لكن الغريب في الموضوع ان القصة بدت في مشكلة بسيطة لكن كل مالة تزيد عليها المشاكل والظلم بشكل غريب اسمع التفاصيل هذه الفتاة اسمها سمية عمرها 23 سنة لكن انشهرت باسم فتاة المول والكثير تابع القضية انا راح اجمع لك تفاصيل هالقضية خلال الخمس سنوات في هالفيديو هذا طبعا راح احط لكم بعض لقطات كاميرات الفيديو اللي صورت واقعة الاعتداء على هذه الفتاة والظلم اللي وقع لها تقريبا في ثلاث او اربع فيديوهات حصرية وفيديوهات صادمة جدا لقصتها البنت هذه على الانستجرام طبعا شنو قصتها في الفين وخمسة عشر البنت ما عندها مشاكل وبالعكس وبنت يعني حالها حال اي بنت ثانية رايحة مجمع تجاري مول اول ما دخلت من عند باب المول تصادفت مع شاب اسمه هاني عمره 35 سنة هاني هذا بدي يتحرش في البنت وهي كانت بروحها المهم كلمة منه كلمة منها الظاهر انه يعني قالت له انت ما تستحي عيب عليك وكذا الولد عصب على طول بده وقام يضربها كيف يعني بالألم على الوش يعني طراق طراقين ثلاثة تدخلوا الناس اللي متواجدين استغربوا وردت فعلة سريعة هذي البنت ما قالت له شيء والفيديو واضح رح يحط لكم في الانستجرام البنت مجرد انها ردتها يعني لكن الولد الظاهر يعني يمكن كان وقتها متعاطي يمكن كان عصبي يمكن قالت له كلمة يعني حس انها اهانة بالنسبة له اعتدى عليها بالضرب الناس فرقوا والبنت ما سكتت تبي حقها قامت اشتكت عليه وتم القاء القبض على الولد هاني في البداية هاني هذا ما حد عرف منه لانه ترك الموقع وارب ايه اشتكت لكن شلون صادوا الولد اللي انقال له هاني هذه لها قصة ثانية البنت في اول ايام بعد ما طلعوا الفيديو لقطة الفيديو هذا انتشر انتشار كبير وسموها فتاة المول والكل يبحث مع البنت هذي عن الشاب اللي اعتدى عليها ما كانوا عارفين ان اسمه هاني والنعم رقم سراثين لا مجرد ان الكاميرا يعني القطت صورتها فطلعت علشان تبي احد يساعدها في الاجهزة الاعلامية طلعت مع مقدمة البرامج المعروفة ريهام سعيد في برنامج الصبايا اليوم اعتقد لكن ريهام سعيد جابت بالبنت العيد البنت طلعت وياها علشان ينتشر الفيديو واللي يقدر يتعرف على صورة الشاب يعطيها هويتة علشان تقدم فيه البلغ لانها يعني اشتكت لكن ما توصل ولا يعني فقدمت لها الموذيع ريهام سعيد فرصة ان تطلع على القناة البنت وافقت راحت للقناة عند ريهام سعيد وفعلا تم تسجيل الحلقة وهي طالعة من عندهم لحقها احد العاملين في المحطة هذه قال لها ان يعني احنا عاوزين منك استاذة انك توقعي على اوراء يعني تثبتي فيها ان انت مسؤولة عن البس وانك مش هترقعي علينا بالقضية البنت استغربت يعني فيه سر في الموضوع قالت يعني ليش يعني انا ما اعارفه ليش يعني اكتب انه انتم مالكم اي ذنب شنو صاير فيه شي غير اللقاء اللي احنا سوينا فيه شي قال لا اصلا ده هو يعني النظام كده البنت خافت قالت لا انا ما اوقع مشت البنت لكن فعلا كان فيه سر البنت لما ادخلت قبل لا يجروا معاها اللقاء اخذوا منها تليفونها علشان ياخذون لقطة الفيديو اللي اطلعت في الكاميرات اللي صورت الولد علشان يعرضونها على الشاشة لكن الشخص الحقير هذا اللي كان يشتقل في الغنات لما اخذ تليفون البنت سمية اكتشف ان داخل الهاتف او في ذاكرة الهاتف في اكثر من 600 صورة وفيديو للبنت سمية مع اشخاص وهي يعني مثلا لابسة مايو لابسة ما ادري شنو عارية صورة حق نفسها المهم اخذ كل الصور بدون ما تدري البنت البنت كانت تعتقد انه اخذ بس الفيديو مالكن بالطويلة البنت مشت فعلا لما طلعت الحلقة ولا ريهام سعيد تبسي اكشن اقلبت الموضوع فوق راس البنت المظلومة البنت رايحت لها علشان تساعدها لا ريهام سعيد تبسي اكشن اقلبت الموضوع البنت قالت الموضوع البنت اصل البنت اللي ظهرت وانتشر موضوع الفتاة المول وانها مظلومة انا حقول لكم السر في الموضوع البنت دي مش مزبوطة الناس استغربت شو مش طلعت لقاء معاها لكن قالت انا مضطرة يعني اني اكشف لكم حقيقة البنت دي دي بنتي اصلا سمعتها سيئة وحطت لقطات والبنت مسكينة لابسها مايو على البرنامج البنت انصدمت مسكينة الحين جاية علشان واحد يعني ضاربها الحين صارت لها فضيحة ثانية وتدخلت بخصوصية انصدمت البنت بعدها القصة هذه البنت دخلت في حالة نفسية وكانت يعني لدرجة انها اطلعت في بث مباشر تبي تنتهر البنت خلاص واحد ضاربها وهذه فضحتها وهي مسكينة تدور احد يساعدها ما لكم بالطويلة فعلا رجال الام توصلوا الى شخصية هاني القلقبض عليه وكذلك ارفعت سمية قضية على منو على ريهام سعيد اللي انشرت يعني خصوصيتها وفيديوهات وصور لها كان مفترض انها ما يعني تنشرها ولا لها علاقة اصلا فيها وشلون اصلا اخذتهم من تريفونها بالفعل حكمت المحكمة على ريهام سعيد بسجن لمدة ستة شهر وكفالة مئة الف قنيه واما هاني اللي اعتدع على سمية اصجنوا لمدة اسبوعين انتهى الموضوع هذا هاني بعد ما خلص حكم الاسبوعين طلع قام يترصد البنت سمية ما تاب احن زعلان ليش سجنتيني اسبوعين كان مفترض انه اكثر لكن مع الاستعناف مع كذا صار اسبوعين ترصدها في احد المجمعات التجارية مرة ثانية اول ما طلعت من احد الصيدليات في المجمع على طول راح جاب بالمطبع والسكين وسوى لها علامة يسمونها يعني علم عليها ضربها بالسكين على الخد على الوش وتسبب لها بجرح اكثر من 20 سنتيمتر جرح قطع عميق جدا في الخد هذا لو انه رجل يتشوه وجه فما باك لما تكون بنت كل هذا انتقام منها لانها رفعت عليه قضية وزجنته اسبوعين راح احط لكم كذلك فيديو البنت وايه تشرح معاناتها واعتداء عليها مرة ثانية طبعا البنت مسكينة بعد ما اسقطت على ارض قعدت تنادي تسأل احد الله يخليكم تعال ساعدوني احد يشيرني هذاك هرب لكن لين وصلت احد البنات ما لها اي علاقة في الموضوع شافت البنت هذه كلها دم اخذتها وسعفتها مسكينة هذه السموية ارجعت معاناتها من جديد يعني فوق الفضيحة اللي افضحتها ريهام سعيد فوق الضرب اللي ضربها الشخص هذا هاني الا انها تعرضت للمرة الثالثة لجرح قطع شوه وجهها بالكامل اخضعت الكثير من عمليات التجميلية والجراحية داخل وخارج مصر قطعت اللي وراها واللي دونها المسكينة علشنو في بداية ان شخص فقط اعتدع عليها وانها طربت بحقها تم القبض على هاني مرة ثانية اسجنوا لمدة تسعة شهر البنت المسكينة اطلعت فيديو ثاني فيديو ثالث قالت يا عمي هذا راح يطلع من السجن يا بي اقتلني وطلعت الفيديو انقذوا والله لو تسمعون قصتها شي شي فعلا يعني الناس تبليك وانت مالك اي ذنب اعوذ بالله لكن هالاشخاص هالنوعية من الاشخاص فعلا يجب القضاء عليهم باحكام قوية وصارمة ان هذا الشخص اللي يكرر اكثر من جريمة المفترض انه ما يتم الرحمته او الافراج عنه او تخفيف الحكم عنه تعتقدون القصة انتهت لا للأسف تم القبض عليه وحكموه بتسع عشر واخر التسع عشر البنت قام تتعاني اطلعت قصة رابعة وفضيحة رابعة في الاعلام على هالبنت فتاة المول اللي هي سمية شنو القصة يا ابو طلال اطلعت مرة ثانية ريهام سعيد تتهم منه تتهم سمى المصري اهم سمى المصري هذه معروفة عندهم قالت ان سمى المصري هي اللي ورطتها بفتاة المول وصار حج كثير وقام يشككم في البنت هذا الغلبان مرة ثانية شنو القصة ردت سمى المصري قالت شذاب ريهام سعيد ليش قالت ايبا انا وكلت محامي محامي الخاص وكلت عشان يترافع حق البنت هذه اللي هي سمية فتاة المول كمساعدة مني وبالفعل الفتاة هذه استطاعت انها تاخذ تعويض من ريهام سعيد وريهام سعيد تقول لا كذابة اللي هي سمى المصري قالت سمى المصري ذلتني وكذا وانا مصورتها اطلعت مرة رابعة سمى المصري قالت لا انت الكذابة يا ريهام سعيد واذا انت كلامك صحيح انشر الفيديو اللي تقولين انك صورتيني فيه وانا سامحت لك طبعا ما نشرت يهام سعيد مبين هي الغلطانة والبنت كانت ضحية اعلام وضحية يعني شخص متجبر طالع من السجن الشخص هذا اللي هو هاني وقعد يطارد هالبنت قامت وغيرت مقر سكنها اكثر من اربع مرات اقعدت طول السنة وهي تسافر بدون اي حاجة علشان بس تبتعد عنها المجرم هذا قصتها ومعاناتها الشي يحزن ويعور القلب الله يكفينا الشر هالناس المتجبرين اللي يمكن الله معطيها عافية ويستغلها في ظلم الناس لكن لابد انه يجيه احد الله يسلط عليه مثل ما يتسلط على الناس ويعلمه ان الله حق غير انه يوم القيامة ان شاء الله رح ياخذ حقها تالت ومتلت على قولتهم هذه نهاية صالفتنا وفمان الله مع السلامة اشتركوا في القناة